ساعة سقط خلالها العديد من المدنيين جراء مجازر الآلة العسكرية التابعة للنظام مع حلفائه عقد فيها اجتماع لمجلس الأمن الدولي على مستوى وزراء الخارجية وبمشاركة الأمين العام بانكيمون ومبعوثه الخاص للسوريا ستيفان ديمستورا لطرح الخطة الأمريكية التي تم التصويت عليها أمس الجمعة من قبل أعضائه الخمسة والتي أيدها الروس حسب تصريحات بوتين صدر القرار 2254 المتعلق بالملف السوري لحل الأزمة السورية على حد تعبيرهم وتضمن 16 بندا نصت على انطلاق مفاوضات بين المعارضة والنظام مطلع الشهر المقبل تتبعها فترة انتقالية مدتها 6 أشهر لتشكيل حكومة جديدة تعمل على وضع دستور جديد خلال 18 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات تحت رقابة دولية تتضمن السوريين في المهجر وسيكون موازيا لتلك الفترة وقف لإطلاق النار بين الأطراف المتنازعة بعد وصول الأطراف لاتفاق على حل سياسي وتلك الهدنة لا تتضمن المناطق التي تحت سيطرة تنظيم الدولة والقاعدة القرار تضمن ضرورة دخول مساعدات إنسانية للمناطق المحاصرة والمناطق المنكوبة وتهيئة الظروف للعودة الآمنة للاجئين والنازحين داخليا إلى مناطقهم الأصلية وتأهيل مناطقهم المتضررة ويبدو أن قرار مجلس الأمن الدولي تعمد بضغط روسي تجاهل البت في مصير الأسد ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا وخصوصا بعد صدور تقرير هيومن رايتس ووتش الذي أكد استشهاد أحد عشر ألفا من المعتقلين في سجون النظام كما تجاهل القرار مسألة حماية المدنيين في مناطق سيطرة تنظيم الدولة والقاعدة التي استثنيت من اتفاق وقف إطلاق النار